مُنَاظَرَاتُ الْمُتَنَبِّي وَابْنِ خَالَوِي سجالات الشعراء ومناظراتهم أمر محبب للنفوس الغواصة في بحار اللغة والأدب لما في السجال والمناظرة من إثارة للذهن وإمتاع للعقل وإشباع للنهم اللغوي البارع وقبل أن نسرد لكم مناظرات المتنبي وابن خالويه هيا بنا نمهد لتلك المناظرات والسجالات بذكر شيء من سيرة كل من هذين العلمين البارزين أولهما المتنبي وما أدراك من المتنبي ذلك الذي كانت حياته حافلة متقلبة يصعد سلم المجد وهو الأحق به ويهوي في فق السياسة وتقلباتها طوع اللغة رغما عنها فجاءت له منقادة تجرجر أذيالها بخصوبتها وكثافتها فكان الأبرز بين أبناء عصره يتلاعب باللغة والكلام فيمدح هذا ويهجو ذاك لم يستقر يوما ولم يستكن إذ فيه أنفة العرب وقسوتهم وصلافتهم حتى صار أبرز شعراء العصر العباسي وأكثرهم إثارة للجدل إلى أن وصلت به الأمور لشبهة ادعاء النبوة إنه أبو الطيب المتنبي هو أحمد بن الحسين بن الحسن بن أحمد الجعفي الكندي الكوفي والمعروف بأب الطيب مادح الخلفاء وجليس العظماء والذي قال الشعر قبل بلوغه العاشرة فبرزت ملكته الشعرية وعبقريته مذكان غرا في مدارس الكوفة وانتقل إلى البادية التي صقلت موهبته وأجزلت لسانه تربى عند القرامطة وتأثر بعقيدتهم الصدامية فكان من بداياته ثوري المزاج عروبي الهوى علمته البادية القسوة والمنعة والأنفة إلى أن ثار القرامطة على وال الكوفة فلجأ لأول مرة إلى بغداد عند الرشيد قبل أن يكتب عليه اللجوء السياسي بمفهومه الحديث حتى آخر أيامه اتسمت علاقته بعائلته بالجدل فلم يتطرق في شعره إلى الفخر بأسرته ولم يذكر من أسرته سوى جدته الصحيحة الأصول كان يتناول في شعره الأوضاع السياسية والاجتماعية دون التصريح بها خشية السجن أو الاعتقال لكن هذا لم يجد نفع فقد اعتقل في حمص بعد تألب الخصوم والحساد واتهامهم له بالدعاء النبوة على نحو ما زعم بعد خروجه استمر في التنقل ومديح الخلفاء بحثا عن رغد العيش وأثالة المجد وطمعا في منصب سياسي سعى له طيلة العمر لكنه لم يظفر به ربما لعلويته التي اتصف بها وربما لأنه لم يرضى يوما بالذل والهوان وربما كذلك لتقلباته في آرائه ومواقفه السياسية ففي مرحلة من حياته لعب المتنبي على طبيعة التناقضات السياسية في المنطقة إذ كانت الاضطرابات بين العباسيين والإخشيديين على أشدها فما لنحو العباسيين ولازم سيف الدولة في حله وترحاله وسلمه وحربه فخرج لنا بأعذب الشعر وفروسية الكلم وجد الرجال ليخلد هذا الشعر إلى يومنا هذا لكن هذا الرجل الجدلي الذي سعى خلف طموحه لم يلبث حتى اختلف مع سيف الدولة وفارقه بعد قصيدته المشهورة ليلجأ إلى الجانب الآخر ويقيم بجوار كافور الذي أكرمه في البداية وعاداه بعدما تآمر عليه الوشات والحساد لتنتهي حياته باغتيال سياسي فكان الشاعر السياسي الأكثر إثارة للجدل إلى يومنا هذا فهل كان المتنبي شاعراً مجيداً أم مادحاً متزلفاً في بلاط السلاطين هذا ما سوف نفرد له حلقة مستقلة بإذن الله تعالى فيما بعد أما علمنا الآخر فهو ابن خالويه أحد أشهر العرب في علوم اللغة العربية ولد ببغداد واسمه أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه الهمداني ولقبه ابن خالويه ولقب أيضاً بالهمداني نسبة إلى قرية همدان في بلاد فارس والتي ولد ونشأ فيها وكان ضمن ألقابه كذلك البغدادي نسبة إلى بغداد والتي انتقل إليها عام ثلاثمائة وأربعة عشر ولقب كذلك بالحلبي نسبة إلى حلب وهي البلد التي سكنها ومات فيها وقد كان ابن خالويه منذ نعومة أظفاره حريصاً على طلب العلم محباً لمجالس العلماء والأدباء وحلقات الشيوخ حيث بدأ بحفظ القرآن ودراسة اللغة والنحو على يد كبار شيوخ العصر آنذاك أمثال أبي بكر الأنباري وابن مجاهد وأبي سعيد السيرافي وابن دريد وأبي عمر الزاهد وغيرهم فانتفع بعلمهم وأتقن ما بلغه من واسع علومهم فانهال عليه طلاب العلم بعد ذلك الذين أصبحوا فيما بعد من كبار العلماء أمثال أبي بكر الخوارزمي والمعافى بن زكريا وسعيد بن سعيد الفارقي فتعالوا نبحر وإياكم في رحلة سريعة نعيشها مع جانب من تلك المناظرات التي جرت بين علمين كبيرين من أعلام اللغة في كل عصر المتنبي وابن خالويه علاقة بن خالويه بالمتنبي مشهورة معروفة استمرت في كنف سيف الدولة تسع سنوات من سنة 337 إلى 345 وكان المتنبي ينتقص من ابن خالويه وقال الإمام السبكي وله مع أبي الطيب المتنبي مناظرات عديدة وقال السيوطي وله مع المتنبي مناظرات والذي وصلنا من أخبار هذه المناظرات نتف يسيرة منها ما يلي قال ابن بري وفي البعير سؤال جرى في مجلس سيف الدولة ابن حمدان وكان السائل ابن خالويه والمسؤول المتنبي قال ابن خالويه والبعير أيضا الحمار وهو حرف نادر ألقيته على المتنبي بين يدي سيف الدولة وكانت فيه خنزوانة وعنجهية فاضطرب فقلت المراد بالبعير في قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير الحمار فكسرت من عزته ولما أنشد المتنبي مطلع قصيدته وفاءك ما كالربع أشجاه تاصمه بأن تسعدى والدمع أشفاه ساجمه قال ابن خالويه يا أبا الطيب إنما يقال شجاه توهمه فعلا ماضية فقال المتنبي اسكت فما واصل الأمر إليك ومن القصص التي اشتهرت بينهما ما رواه عبد المحسن علي بن كوجك أن أباه حدثه فقال كنت بحضرة سيف الدولة وأب الطيب اللغوي وأب الطيب المتنبي وأبي عبد الله بن خالويه النحوي وقد جرت مسألة في اللغة تكلم فيها ابن خالويه مع أب الطيب اللغوي والمتنبي ساكت فقال له سيف الدولة ألا تتكلم يا أب الطيب يعني المتنبي فتكلم فيها بما قوى حجة أب الطيب اللغوي وضعف قول ابن خالويه فأخرج ابن خالويه من كمه مفتاحا حديدا ليلكم به المتنبي فقال له المتنبي اسكت ويحك فإنك أعجمي وأصلك خوزي فما لك وللعربية فضرب وجه المتنبي بذلك المفتاح فأسال دمه على وجهه وثيابه فغضب المتنبي من ذلك إذ لم ينتصر له سيف الدولة لا قولا ولا فعلا فكان ذلك أحد أسباب فراقه سيف الدولة ومن السجالات الأدبية التي كانت بينهما أيضا ما يروى أنه حضر المتنبي مجلس أبي أحمد بن نصر البازيار وزير سيف الدولة وهناك أبو عبد الله بن خالويه النحوي فتماريا في أشجع السلمي وأبي نواسن البصري فقال ابن خالويه أشجع أشعر إذ قال في هارون الرشيد وعلى عدوك يا ابن عم محمد رصدان ضوء الصبح والإظلام فإذا تنبه رعته وإذا غفى سلت عليه سيوفك الأحلام فقال المتنبي لأبي نواس ما هو أحسن في بني برمك إذ يقول لم يظلم الدهر إذ توالت فيهم مصيباته دراكا كانوا يجيرون من يعادي منه فعاداهم لذاكا وزاد ياقوت ثم قال المتنبي أبو نواس أشهر في الدنيا من الدنيا قل للذي قاس به غيره أقست يسراك إلى اليمنى فابكي على عقلك من نقصه بكات قيس من هوا لبنى وقال ابن خالويه يوما للمتنبي في مجلس سيف الدولة لولا أن أخي جاهل لما رضي أن يدعى بالمتنبي لأن معنى المتنبي كاذب ومن رضي أن يدعى بالكذب فهو جاهل فقال لست أرضى أن أدعى بذلك وإنما يدعوني به من يريد الغض مني ولست أقدر على المنع قال أبو الفرج الببغاء الشاعر وأذكر ليلة وقد استدعى سيف الدولة بدرة فشقها بسكين الدواه فمد أبو عبد الله بن خالويه طي لسانه فحثى فيه سيف الدولة جانبا ومددت ذيل دراعتي فحثى لي جانبا والمتنبي حاضر وسيف الدولة ينتظر منه أن يفعل مثل ما فعلنا فما فعل فغاضه ذلك فنثرها كلها على الغلمان فلما رأى المتنبي أنها قد فاتته زاحم الغلمان يلتقط معهم فغمزهم عليه سيف الدولة فداسوه وركبوه وصارت عمامته في رقبته فاستحى ومضت به ليلة عظيمة وانصرف فخاطب أبو عبد الله بن خالويه سيف الدولة في ذلك فقال يتعاظم تلك العظمة وينزل إلى مثل هذه المنزلة لو لا حماقته ومن غير المشهور في العلاقة بينهما أن هذه الخصومة توثقها ابن خالويه في أماليه ونقل قصائد الشعراء الذين ذموا المتنبي فقد قال ابن العديم في بغية الطلب في ترجمة ابن بطة شاعر كان بحلب في أيام سيف الدولة علي بن حمدان وهجى أبو الطيب المتنبي بأبيات وجدتها في بعض أمالي أبي عبد الله بن خالويه ذكر أبو عبد الله بن خالويه في أمال أملاها أنه جرى بينه وبين المتنبي كلام آل به إلى أن قال له في مجلس سيف الدولة وهذا ابن بطة يقول فيك لأن أباك عيدان السقاء بحق المزادة والرواية وفضل الفرات على الساقية وبالدلو تزهى بأوذامها وداني مياهك والقاصية ودعوى النبوة بين الورى بشعر دلائله واهية وصبرك للصفع يدم القفى بجيرون طورا وبالجابية على مجحت أبا ساقطا وقلت أبي سيد البادية وقد بان هذا فلا تخفيه فليست أمورك بالخافية وقال ابن العديم في بغية الطلب الترصوسي النجراني الشاعر وقفت على شيء من شعره في أمالي أبي عبد الله بن خالويه بخط علي بن ثروان الكندي ذكر أنه نقله من خط بن خالويه قال في أثناء كلام جرى بينه وبين المتنبي في مجلس سيف الدولة بن حمدان وهذا الترصوسي النجراني يقول فيك يوم أرجف بقتلك يا دراس النفاق والكفر والتعطيل مذباد أحمد المتنبي طارة ينتمي إلى هاشم الجود وطورا ينمي لصخر وحربي ومتى ما صحبت تصحب كلبا خس والله أن يقاس بكلبي لم تكن طاهر الولادة أصليا وفرع الدفلى عن الأصل ينبي إن يكن كان يعرف الشعر طبعا فهو لم يعرف اعترافا بربي لا يشل الإله كففة أهوت إلى كافر بجزر وعضبي حسبه النار والمقامع يصلاها بما كان فيه والله حسبي فهذا الشعر وحرص ابن خالويه على تدوينه وتخليده في أماليه يصور مدى الخصومة والعداء الذي كان بينهما ولكن رغم ما يظهر من فجر هذه الخصومة فقد كان هناك بعض الإنصاف من ابن خالويه وظهر هذا في عدة مواضع منها حينما كتب جزءا فيما يحفظه الأميران ولد الأمير سيف الدولة أبي المكارم وأبي المعالي ونقل عنه ابن العديم في بغية الطلب في تاريخ حلب قائلا كان ابن خالويه مؤدب ولدي الأمير سيف الدين أبي المكارم وأبي المعالي فظفرت بجزء بخط ابن خالويه ذكر فيه ما يحفظه الأميران المذكوران فذكر أنواعا من الفقه والأدب وأشعار العرب وقال في جملتها ويحفظان من شعر الشاعر المعروف بالمتنبي كذا وكذا قصيدة وعينها ولم يذكر أنهما يحفظان لغيره من العصريين شيئا ومن هذه المواضع أيضا ما ذكر من أنه قد صحب المتنبي سيف الدولة في عدة غزوات إلى بلاد الروم ومنها غزوة الفنى التي لم ينج منها إلا سيف الدولة بنفسه وستة أنفار أحدهم المتنبي وأخذت الطرق عليهم الروم فجرد سيف الدولة سيفه وحمل على العسكر وخرق الصفوف وبدد الألوف فكان المتنبي يسوق فرسه فتعلقت بعمامته طاقة من الشجر المعروف بأم غيلان فكان كلما جرى الفرس انتشرت العمامة وتخيل المتنبي أن الروم قد ظفرت به فكان يصيح الأمان يا علج قال سيف الدولة فهتفت به وقلت أيما علج هذه شجرة علقت بعمامتك فود أن الأرض غيبت فقال ابن خالويه أيها الأمير أليس أن ثبت معك حتى بقيت في ستة أنفار تكفيه والله هذه الفضيلة ومن ذلك أيضا أنه في شرحه لديوان أبي فراس وهو من أواخر ما كتب ابن خالويه أورد عبارات تشير إلى تبجيل المتنبي وإنزاله منزلته فقد قال فقال المتنبي شاعر سيف الدولة وأكثر من الاستشهاد بشعره فهذا كله دليل على أنه رغم الخصومة الممتدة عرف قدره وأنصفه خاصة في آخر عمره ولم يعدل به أحدا من شعراء عصره كما أنه لا بد من الإشارة لأن هناك جانبا في شخصية المتنبي جعله صعب التألف ممن يحيطون به وهي شدة اعتداده بنفسه وقد ترك المتنبي تراثا عظيما من الشعر القوي الواضح يضم أكثر من ثلاثمائة قصيدة تمثل عنوانا لسيرة حياته صور فيها الحياة في القرن الرابع الهجري أوضح تصوير ويستدل منها كيف جرت الحكمة على لسانه لا سيما في قصائده الأخيرة التي بدى فيها وكأنه يودع الدنيا عندما قال أبل الهوى أسفا يوما نوا بدني وفرق الهجر بين الجفن والوساني روح تردد في مثل الخلال إذا أطارت الريح عنه الثوب لم يبني كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم تراني ولم يكن المتنبي لينسى نفسه حين يمدح أو يهجو أو يرثي ولهذا نرى روح الفخر شائعة في شعره حيث كان مولعا بإطراء الذات حين قال أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم وقوله كذلك فإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل فهي الشهادة لي بأني كامل العبقرية العسكرية في شخصية خالد بن الوليد لقد حفل التاريخ الإنساني بالكثير من الأسماء والشخصيات التي سطرت على صفحات الزمن بحروف من نور قصصا للبطولة النادرة والعبقرية الفذة ولعل القائد الإسلامي خالد بن الوليد من ألمع تلك الشخصيات التي سطعت في سماء العبقرية العسكرية والذي استطاع في سنوات قليلة مستعينا بالله أولا ثم بفضل الحنكة العسكرية الفذة والخبرة التكتيكية الفريدة أن يدك حصون الفرس والروم وهما أعظم دولتين في ذلك الوقت وأن ينشر الإسلام عزيزا مهابا على أرض الجزيرة العربية وفي بلاد العراق والشام ولا عجب إذن أن يقول فيه الخليفة الأول للمسلمين أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد وقال عنه أيضا لقد عجزت النساء أن يلدن مثل خالد ولقد سماه المسلمون سيف الله المسلول بعد أن قال له الرسول صلى الله عليه وسلم يوم دخوله الإسلام أنت سيف من سيوف الله سله على المشركين عبقرية خالد بن الوليد في مؤتة في غزوة مؤتة في العام الثامن للهجرة وبعد أن حاصر الجيش الرومي المؤلف من مئة ألف جندي الجيش المسلم المؤلف من ثلاثة آلاف جندي وبعد مقتل ثلاثة قادة من قواد الحملة هم زيد بن حارثة ثم جعفر بن أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة وإزاء هذا الموقف العصيب والبالغ الحساسية من الوجهة العسكرية أخذ الراية خالد بن الوليد وبأسلوب تكتيكي استطاع أن ينسحب بالجيش مؤمنا لهم سبل السلامة ومخففا عنهم وقع الهزيمة ومؤكدا للرومي أنه بالرغم من كثرة عددهم وعدتهم وقوة تنظيمهم فقد تمكن من سحب الجيش سالما ليتأهب لملاقاتهم في مرات قادمة عبقرية خالد بن الوليد في حروب الردة بعد انتقال الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى وتولي الصديق أبي بكر الخلافة والتي استمرت حوالي ثلاثين شهر هي عند الله خير من ثلاثين قرن كانت الردة أول ما واجهه من مشاكل حيث اضطرب أمر الكثيرين من العرب فارتد منهم من كان قريب العهد بالإسلام وامتنع بعضهم عن الزكاة وإزاء ذلك فقد عازم الصديق على قتال المرتدين حتى يعود الإسلام إلى ما كان عليه في الجزيرة العربية وكان لخالد بن الوليد سيف الله المسلول دوره في إخماد هذه الفتنة واستعادة هيبة الإسلام في صدور المتشككين عبقرية خالد بن الوليد في فتوحات العراق بعد أن طمأن الخليفة الصديق إلى الجبهة الداخلية تطلع إلى تأمين حدود دولته الناشئة خاصة تلك المتاخمة لدولتي الفرس والروم والتي باتت تستعدان لمهاجمة الدولة الإسلامية والقضاء على قوتها المتنامية في مهدها كانت خطته تتلخص في تقدم القائد البطل خالد بن الوليد بجيشه البالغ عشرة آلاف مقاتل إلى جنوب العراق ويتقدم القائد المغوار المثنى بن حارثة الشيباني نحو الحيرة ويتقدم عياض بن غنم بالزحف نحو دومة الجندل ثم ينعاطف نحو الحيرة ويتقدم سعيد بن العاصي بجيشه الذي يبلغ سبعة آلاف مقاتل نحو الحدود الفلسطينية لشغل الروم ومن والاهم من العرب عن التدخل وتعطيل التقدم في أراضي الفرس وقد نجح خالد بن الوليد في التقدم في جنوب العراق وتمكن من فتح مدينة الحيرة ولكن اعتراضا حدث لجيش عياض بن غنم من جانب جيوش الغساسنة ومن والاهم من العرب مما اضطر خالد إلى نجدته وفك الحصار عنه في الشمال ثم عاد ثانية إلى جنوب العراق عبقرية خالد بن الوليد في فتوحات الشام عندما علم خليفة المسلمين أبو بكر الصديق بالطراب الحدود على الروم وبأن هرقل عظيم الروم قد جمع مئتين وأربعين ألف مقاتل للهجوم على المدينة فماذا يفعل أبو بكر؟ هل يعقد صلحا أو يطلب هدنة مع هرقل؟ لا وألف لا بل اجتمع أبو بكر مع مستشاريه وأعلن النفير العام في الأراضي الحجازية والنجدية واليمنية ومن ثم بادرت جموع المتطوعين بالتوافد نحو المدينة المنورة من جميع تلك الأنحاء وعندما اكتمل الحشد كون صديق أربع فرق هجومية تتوجه إلى بلاد الشام بقيادة أربعة من قواد المسلمين هم يزيد بن أبي سفيان شرحبيل بن حسنة أبو عبيدة بن الجراح وعمر بن العاص وعندما وصل نبأ الجيوش العربية الإسلامية للروم أعد هرقل ملك الروم جيشا جرارا يزيد على المائة والعشرين ألفا ليواجه الفرق الإسلامية كلا على حدة وبعد التشاور رأى القواد المسلمون ضرورة توحدهم في جيش واحد على ضفة نهر اليرموك وقد أيدهم في ذلك الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما علم الروم لتحركات المسلمين اضطروا للتوحد أيضا في جيش واحد بمحاذاة الجيوش الإسلامية على أرض اليرموك وظل الجيشان في حالة تحفز وترقب قرابة الشهرين حتى خاف القواد المسلمون من فتور حماس الجند المسلمين ونفاد صبرهم وقد تربص بهم الأعداء الذين يفوقونهم عددا وعدة وكان الرأي هو طلب المدد من الخليفة الصديق لما وصلت الرسالة إلى الخليفة وبعد استشارة مستشاريه رأى أن الموقف يتطلب تحويل القائد الصنديد خالد بن الوليد مع بعض جيشه من العراق إلى الشام وبالفعل كتب إليه شارحا له حالة لا حرب ولا سلم التي تسيطر على الجيشين وأن هذا الوضع لا يحسمه إلا قائد محنك مثل خالد وأمره أن يقسم جيشه نصفين فيترك النصف الأول بالعراق وتحت إمرة لواء الإسلام المثن بن حارثة ويسير بالنصف الثاني نحو اليرموك ليكون مددا لجيوش المسلمين هناك وبهذا التقسيم يضمن استمرار العمليات العسكرية بالعراق ويحسم الموقف على الجبهة الشامية عبقرية خالد العسكرية في المسير من العراق إلى الشام وبالفعل جهز خالد بن الوليد جيشه المكون من الكتائب القوية مع بعض القادة المتميزين مثل القعقاع بن عمر التميمي وضرار بن الخطاب وضرار بن الأزور وعاصم بن عمر وتألف الجيش من حوالي عشرة آلاف مقاتل ولقد ظهرت عبقرية خالد العسكرية في اختيار الطريق إلى وادي اليرموك فلقد اختار طريقا وعرا صحراويا غير واضح المعالم تندر فيه مصادر المياه لأنه كان حريصا على أن يرتاد الطريق الخالي من الحاميات الموالية للروم غير الآهل بالمارة أو السكان وذلك من أجل الإبقاء على سرية المدد واستخدام عنصر المباغتة من الخلف لجيش العدو ومحدثا لهم الهلع والارتباك ولقد خطب خالد في جيشه ليهون عليهم مصاعب الطريق قائلا لهم أيها المسلمون لا تسمحوا للضعف أن يدب فيكم ولا للوهن أن يسيطر عليكم واعلموا أن المعونة تأتي من الله على قدر النية وأن الأجر والثواب على قدر المشقة وأن المسلم ينبغي له أن لا يكترث بشيء مهما عظم ما دام الله في عونه لبى الجنود نداء خالد قائلين له أيها الأمير أنت رجل قد جمع الله لك الخير فافعل ما بدى لك وسر بنا على بركة الله وقد استشار خالد دليله رافع بن عميرة في مشكلة المياه فأشار عليه بأن على الجنود أن يحملوا ما استطاعوا من الماء أما الخير فسوف يكون لها مصدر آخر من مصادر الشر فقد جاءوا بعشرين من أعظم الجمال وأكثرها سمنة فمنعوها الماء حتى أجهدها الضمع ثم عرضوا عليها الماء مرة ومرتين حتى ارتوت وملأت أكراشها ثم ربطت شفاهها لألا تجتر فتحولت بطون الإبل بذلك إلى مستودعات هائلة للمياه فإذا عطشت الخيل نحرت الإبل فتشرب الخيل ما في بطون الإبل من الماء ويأكل الجنود لحومها حتى يتقوّوا على جهد الطريق ومضى الجيش المسلم يخترق الفيافي والصحراء مفضلاً السير في الليل والصباح الباكر حيث الجو المعتدل من أجل توفير المستطاع من الماء وأثناء الطريق كانت خبرة الدليل الجغرافي واضحة في مساعدة الجنود على ورود مصادر المياه ليتزودوا منها أثناء ترحالهم عبقرية خالد بن الوليد في معركة اليرموك وما أن وصلت جيوش خالد إلى أرض اليرموك حتى جتمع خالد بن الوليد في مكان اسمه أجنادين مع أركان حرب الجيش الإسلامي المرابط بالشام وهم يزيد بن أبي سفيان وأبو عبيدة بن الجراح وعمر بن العاص وشرحبيل بن حسنة وعقد معهم جلسة طارئة في غرفة العمليات العسكرية قال فيها لإخوانه إن عدد جنود العدو حوالي مئتين وأربعين ألفا وعدد جنودنا ستة وأربعون ألفا ولكن القرآن الكريم يقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين والنصر في الحروب لم يكن أبدا لمن كثر عدده بل كان لمن آمن بما يقاتل من أجله وصدق النية وصمم على النصر وأعد للأمر عدته وبعد أن أخذ خالد رأي كل أمير من أمراء الجيوش المسلمة استقر الرأي على أن تتوحد الجيوش الإسلامية تحت إمرة أمير واحد خاصة بعد أن علم خالد بأن الجيوش الرومية قد توحدت تحت إمرة تيودورك فأصبح من غير الحكمة أن تقاتل الجيوش الإسلامية المتفرقة جيشا واحدا منظما وبحكمة بالغة وحتى لا يدعى للشيطان مدخلا في نفس أي من الأمراء فقد اقترح خالد بن الوليد أن تكون الإمارة الموحدة بالتناوب بين جميع الأمراء بحيث يكون لخالد بن الوليد اليوم الأول ثم يتولى الأمراء الآخرون كل حسب دوره وقد وافق الجميع على هذا الاقتراح ومن ثم شارع خالد بن الوليد في إعداد خطة المعركة وهو صاحب التجارب الناجحة في خوض حروب عديدة خارج الجزيرة العربية وله خبرة بأساليب الدول الكبرى في المعارك ويمتلك القدرة على التصرف السليم في المواقف الحرجة والذي يؤدي دائما إلى تحقيق النصر بعون الله عز وجل كانت الخطة الموضوعة تقضي بتقسيم الجيش العربي المسلم إلى 46 كردوسا كل كردوس يتألف من ألف رجل يتأمرهم أمير من أولي البأس ثم قسم الجيش إلى قلب وميمنة وميسرة فأما القلب فيتكون من خمسة عشر كردوسا تحت قيادة أبي عبيدة بن الجراح وأما الميمنة فتتألف من خمسة عشر كردوسا تحت إمرة عمر بن العاص ويعاونه شرحبيل بن حسنة وأما الميسرة فتتكون من عشرة كراديس بقيادة يزيد بن أبي سفيان وأما بقية الكراديس فتكون احتياطا في الساقة تحت قيادة عكرمة وبهذا التنظيم البديع أظهر خالد بن الوليد براعته العسكرية التي جعلت الجيش العربي المسلم يبدو أكثر عددا وأخف حركة وأكثر مرونة وأقدر على الحركة بما يتلاءم مع سير المعركة أما خالد بن الوليد فسيتولى القيادة من القلب وستصدر أوامر مباشرة إلى قواد القطع الرئيسية القلب والجناحين والساقة وقبل أن يبدأ الهجوم المنتظر من الروم جرت حملة تشجيعية على الجبهة العربية الإسلامية كان هدفها الحث على الجهاد والصبر وقوة الإرادة وكانت خطة خالد العسكرية هي انتظار الروم حتى يبدأوا زحفهم المتوقع فإذا اقتحم فرسانهم خطوط المسلمين أفسحوا لهم الطريقة وتركوها تتوغل خلف خطوط الجيش الإسلامي حيث تقابلها قوة احتياطية من فرسان المسلمين تقابلها وتقضي عليها وبهذا تحرم مشاة الروم من فرسانها وتتفرغ قوات المسلمين لملاقات هؤلاء المشاة وقد اختار خالد بن الوليد مواقع حصينة بحيث تكون المدينة المنورة خلفهم ليحتفظ بخطوط الإمدادات بينما كان الروم يرابطون في موقع محصور بين سهل فسيح في منحنى نهر اليرموك ومن خلفهم منخفض سحيق اسمه واقوسة تحيط به من ثلاث نواح جبال بالغة الارتفاع ولما قدم الروم إلى هذا المكان تخطى جيش المسلمين النهر إلى الضفة اليمنى منه فأصبح الروم محصورين بين الجبال ومن أمامهم الجيش الإسلامي وفي فجر يوم الثامن والعشرين من شهر جماد الأولى عام ثلاثة عشر للهجرة بدأ الزحف الرومي واخترق فرسان الروم خطوط المسلمين حسب خطة خالد حيث أعد لهم قوة احتياطية من الفرسان وحمل المسلمون على الروم حملة صادقة وانقضى الفرسان المسلمون على فلول الروم كالصقور الغاضبة فمن لم تحصده السيوف ابتلعه نهر اليرموك غريقة أو لاذ بالفرار باجتياز الخندق نحو الساحة حيث طاردهم فرسان العرب فقتلوا منهم الكثيرين وقد كان هناك عدد كثير من مشات الروم مقرنين في سلاسل كل عشرة في سلسلة واحدة وقد أثقلت هذه السلاسل حركتهم خصوصا إذا قتل أو جريح واحد منهم وقد استمرت المعركة يوما واحدا استطاع فيها الجيش العربي المسلم أن يسيطر على ساحة القتال وهربت فرسان تيودورك وباتت مشاته مكشوفة من دون حماية فأصدر الأوامر لهم بالتقهقر إلى خلف الخندق بيد أن خالد حال دون ذلك حيث انقض عليهم بفرسانه ومشاته فسحقهم بقوة وفي إحصاء للخسائر فقد كان عدد القتل والجرح من المسلمين حوالي ثلاثة آلاف لكن بالنسبة للجيش الرومي فقد كانت الخسائر كبيرة يصعب حصرها وقد أبلغ المسؤولون عن الإحصاء خالد بن الوليد أن ثمانين ألفا من الروم ساقطوا في الواقوسة خلف الخندق كما قتل قائدهم العام تيودورك أخوه رقل وهنا قال خالد بن الوليد الحمد لله الذي نصر عباده المؤمنين وفي أثناء المعركة حملت الرسل القادمة من المدينة أنباء وفاة أبي بكر الصديق خليفة المسلمين ومبايعة المؤمنين عمر بن الخطاب ليكون الخليفة الثاني ومع هذه الرسل جاء خطاب من عمر بن الخطاب إلى قيادة الجيش المحارب في اليرموك يقضي بعزل خالد بن الوليد وتولية أبي عبيدة بن الجراح قائدا عاما للجيوش الإسلامية باليرموك خالد بن الوليد البطل الإنسان فما أكرم هذا الإنسان وهذا البطل الذي عرف حدوده كبشر وأنجز ما أنجز من بطولات وهو يخشى الله تعالى وحده لا شريك له إن اسم البطل خالد بن الوليد قد دون في سجلات التاريخ البشري بمآثره في معركة اليرموك وغيرها وذكراه تتصدر في قدرته على التخطيط والتنفيذ لمعركة غيرت وجه التاريخ وحطمت أسطورة الدولة الكبرى التي لا تقهر وارتفعت بالمقابل الدولة الإسلامية الشابة واتسعت فأصبحت إمبراطورية أضاءت الحضارة بنور علومها لعشرة قرون متتالية وبعد معركة اليرموك أرسل خالد بن الوليد إنذارا حربيا شديدا لهجة إلى كسر عظيم الفرس وقال له أسلم تسلم وإلا فقد جئتك بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون أنتم على الحياة فلما وقع الإنذار في يد كسرى ارتعدت أعصابه وأرسل إلى إمبراطور الصين يطلب منه المدد والنجدة فرد عليه قائلا يا كسرى لا قبل لي بقوم لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها رجال خافوا الله فخوف الله منهم كل شيء ثم انظروا ماذا ترك هذا البطل خالد بن الوليد عند موته إنه لم يترك إلا سيفه الذي كان يقاتل به في سبيل الله وفرسه الذي كان يركبه غازيا في سبيل الله ثم ها هو يبكي على فراش الموت قائلا ها أنا ذا أموت على فراشي وما في جسدي قيد شبر إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم في سبيل الله أموت كالبعير وكنت أتمنى أن أموت شهيدا في سبيل الله فلا نامت أعين الجبناء من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ألف قصة وقصة عن عطاء قال دخلت على فاطمة بنت عبد الملك بعد وفاة عمر بن عبد العزيز فقلت لها يا بنت عبد الملك أخبريني عن أمير المؤمنين قالت أفعل ولو كان حيا ما فعلت إن عمر رحمه الله كان قد فرغ نفسه وبدنه للناس كان يقعد لهم يومه فإن أمسى وعليه بقية من حوائد يومه وصله بليله إلى أن أمسى مساء وقد فرغ من حوائد يومه فدعا بسراجه الذي كان يسرج له من ماله ثم قام فصلى ركعتين ثم أقعى واضعا رأسه على يده تسايل دموعه على خده يشهق الشهقة فأقول قد خرجت نفسه وانصدعت كبده فلم يزل كذلك ليلته حتى برق له الصبح ثم أصبح صائما قالت فدنوت منه فقلت يا أمير المؤمنين لشيء ما كان قبل الليلة قال فدعيني وشأني وعليك بشأنك قالت فقلت له إني أرجو أن أتعظ قال إذن أخبرك إني نظرت إلي فوجدتني قد وليت أمر هذه الأمة صغيرها وكبيرها وأسودها وأحمرها ثم ذكرت الغريب الضائع والفقير الجائع والأسير المفقود وأشباههم في أقاص البلاد وأطراف الأرض فعلمت أن الله سائلي عنهم وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حجة فخفت على نفسي خوفا دمعت له عيني ووجل له قلبي فأنا كلما ازددت لها ذكرا ازددت لهذا وجلا وقد أخبرتك فاتعظ الآن أو دعي قال أبو إسحاق الفزاري كان إبراهيم بن أدهم يطيل السكوت فإذا تكلم انبسط فقلت له ذات يوم لو تكلمت فقال الكلام على أربعة وجوه فمنه كلام ترجو منفعته وتخشى عاقبته فالفضل منه السلامة ومنه كلام لا ترجو منفعته ولا تخشى عاقبته فأقل مالك في تركه خفة المؤونة على بدنك ولسانك ومنه كلام لا ترجو منفعته وتخشى عاقبته وهذا هو الداء العضال ومن الكلام كلام ترجو منفعته وتأمن عاقبته فهذا الذي يجب عليك نشره قال فإذا هو قد أسقط ثلاثة أرباع الكلام سب رجل المهلب وأفحش في سبه وهو ساكت فمر رجل فسمعه فرد عليه وخاصمه وأنكاه ثم التفت إلى المهلب وقال ألا انتصرت لنفسك فقال يا ابن أخي وجدت النصرة في الحلم ولولا حلمي منتصرت أنت لي قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إن فلانا رجل صدق قال هل سافرت معه؟ قال لا قال هل كانت بينك وبينه خصومة؟ قال لا قال فهل ائتمنته على شيء؟ قال لا فقال أراك رأيته يرفع رأسه ويخفضه في المسجد؟ قال نعم قال فأنت الذي لا علم لك به أمسى رجل في بعض محال الجانب الغربي من مدينة بغداد ومعه دراهم لها قدر فخاف على نفسه من الطائف أو من بلية تقع عليه فصار إلى رجل من أهل الموضع وسأله أن يبيته عنده فأدخله فلما تيقن أن معه مالا حدث نفسه بقتله وأخذ المال وكان له ابن شاب فنومه بحذاء الرجل في بيت واحد ولم يعلم ابنه ما في نفسه وخرج من عندهما وقد عرف مكانهما وأطفأ السراج فقدر أن الإبن انتقل من موضعه إلى موضع الضيف وانتقل الضيف إلى موضع الإبن وجاء أبوه يطلب الضيف فصادف الابن فيه هو لا يشك أنه الضيف فخنقه فاضطرب ومات وانتبه الضيف بالطرابه وعرف ما أريد به فخرج هاربا وصاح في الطريق ووقف الجيران على خبره وأغاثوه وخرجوا إليه وأخذ الرجل فقرر فأقر بقتل ولده فحبس وأخذ المال من داره فرد على الضيف وسلم وما جرت الأمور على هواه لكنها جرت بمقادير الله أخرج ابن سعد والحاكم عن محمد بن كعب القرضي قال جمع القرآن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم خمسة من الأنصار معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأبي بن كعب وأبو أيوب وأبو الدرداء فلما كان زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إليه يزيد بن أبي سفيان أن أهل الشام قد كثروا وملأوا المدائن واحتاجوا إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم في الدين فأعينوني يرحمكم الله بثلاثة منكم فخرج معاذ بن جبل وعبادة وأبو الدرداء فقال عمر ابدأوا بحمص فإنكم ستجدون الناس على وجوه مختلفة منهم من يلقن أي يفهم العلم سريعا فإذا رأيتم ذلك فوجهوا إليه طائفة من الناس فإذا رضيتم منهم فليقم بها واحد وليخرج واحد إلى دمشق والآخر إلى فلسطين فقدموا حمص فكانوا بها حتى إذا رضوا من الناس أقام بها عبادة ورجع أبو الدرداء إلى دمشق ومعاذ إلى فلسطين فأما معاذ فمات عام طاعون عمواس وأما عبادة فصار بعد ذلك إلى فلسطين فمات بها وأما أبو الدرداء فلم يزل في دمشق حتى مات بها ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما قال الأصمعي نزلت بحي من قبيلة كلب مجدبين قد توالت عليهم السنون فماتت المواشي ومنعت الأرض من إخراج النبات وأمسكت السماء قطرها فجعلت أنظر إلى السحابة ترتفع من ناحية القبلة سوداء متقاربة حتى توازي الأرض فيتشوف لها أهل الحي ويرفعون أصواتهم بالتكبير ثم يعدلها الله عنهم مرارا فلما كثر ذلك خرجت عجوز منهم فعلت مكانا من الأرض ثم نادت بأعلى صوتها يا ذا العرش المجيد اصنع كيف شئت فإنا موقنون أن أرزاقنا عليك فما نزلت من موضعها حتى تغيمت السماء غيما شديدا وأمطروا مطرا كاد أن يغرقهم وأنا حاضر قال هشام بن خالد الربعي دخلت المسجد ومعي كيس فيه ألف درهم لا أملك غيره فوضعته على ركن سارية وصليت ثم ذهبت ونسيته فكربني أمره وساءت حالي لفقده فما حدثت بذلك أحدا سنة وجهدني الضر فصليت من بعد ذلك إلى تلك السارية ودعوت الله وسألته أن يرده علي وعجوز إلى جانبي تسمع قولي فقالت يا عبد الله ما الذي أسمعك تذكر قلت كيسا أنسيته على هذه السارية عام أول قالت هو ذا عندي وأنا منذ سنة أرقبك فجاءت به بخاتمه استيقظ الخليفة المنصور من منامه ليلة من الليالي وهو مذعور لرؤيا رآها فصاحب الربيع وقال له انطلق الساعة إلى الباب الثاني الذي يلي باب الشام فإنك ستصادف هناك رجلا مجوسيا مستندا إلى الباب الحديد فجئني به فمضى الربيع مبادرا وعاد والمجوسي معه فلما رآه المنصور قال نعم هو هذا ما ظلامتك قال إن عاملك بالأنبار جاورني في ضيعة لي فسامني أن أبيعه إياها فامتنعت لأنها معيشتي ومنها أقوت عيالي فغصبني إياها فقال له المنصور فبأي شيء دعوت قبل أن يسير إليك رسولي قال قلت اللهم إنك حليم ذو أناه ولا صبر لي على أناتك فقال المنصور للربيع أشخص هذا العامل وأحسن أدبه وانتزع ضيعة هذا من يده وسلمها إليه وابتع من العامل ضيعته وسلمها إليه أيضا ففعل الربيع ذلك كله في بعض نهار يوم وانصرف المجوسي وقد فرج الله عنه وزاده وأحسن إليه فالتفت إلى المنصور وقال الله إن هذا دين لا يعدل به دين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ومن جميل القصص الرمزي ما يحكى أن صيادا كان يصطاد العصافير في يوم ريح فجعلت الريح تدخل في عينيه الغبار فتذرفان فكلما صاد عصفورا كسر جناحه وألقاه في كيس معه فقال عصفور لصاحبه ما أرقه علينا ألا ترى دموع عينيه أسفا على حالنا فقال له الآخر لا تنظر إلى دموع عينيه لكن انظر إلى عمل يديه أم ورقة الأنصارية أو أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصاري أسلمت وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قد جمعت القرآن وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ويسميها الشهيدة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غزى بدرا فقالت له يا رسول الله إئذن لي فأداوي جرحاكم وأمرض مرضاكم لعل الله عز وجل يهدي إلي الشهادة فقال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل مهد لك الشهادة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أنت أم أهل دارها حتى عدا عليها جارية وغلام لها كانت قد دبرتهما أي جعلت عتقهما دبر موتها فقتلاها في إمارة عمر رضي الله عنه فقيل إن أم ورقة قد قتلها غلامها وجاريتها فقال عمر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول انطلقوا بنا نزور الشهيدة فرضي الله عنها وأرضاها كان عبد الله بن مسعود يقول كنا إذا افتقدنا الأخ أتيناه فإن كان مريضا كانت عيادة وإن كان مشغولا كانت عونا وإن كان غير ذلك كانت زيارة قال عبد الله بن الحكم للشافعي لما قدم مصر إذا أردت أن تسكن مصر فليكن لك قوت سنة ومجلس من السلطان تتعزز به فقال له الشافعي يا أبا محمد من لم تعزه التقوى فلا عز له ولقد ولدت بغزة وربيت بالحجاز وما عندنا قوت ليلة وما بتنا جيا عن قط قدم السلطان عبد العزيز إلى مصر وزار الجامع الأزهر وصحبه الخديوي إسماعيل فلاحظ الخديوي على شيخ الجامع أنه غير مهتم بهم فهو مسند ظهره باسط رجلة فانصرف عنه ثم كلف الخديوي أحد رجاله أن يذهب لهذا الشيخ بصرة فيها مال يريد أن يجذبه إليه بها ويعرف حاله فلما جاء الرسول للشيخ ليعطيه الصرة قبض الشيخ عنه يده وقال قل لمن أرسلك إن من يمد رجله لا يمد يده ألف قصة وقصة لما ولي زياد بن أبيه العراق صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إني قد رأيت خلالا ثلاثا نبذت إليكم فيهن النصيحة رأيت إعظام ذوي الشرف وإجلال أهل العلم وتوقير ذوي الأسنان وإني أعاهد الله عهدا لا يأتيني شريف بوضيع لم يعرف له حق شرفه إلا عاقبته ولا يأتيني كهل بحدث لم يعرف له حق فضل سنه على حداثته إلا عاقبته ولا يأتيني عالم بجاهل لاحاه في علمه ليهجنه عليه إلا عاقبته فإنما الناس بأشرافهم وعلمائهم وذوي أسنانهم قال أبو عبد الله بن واري من الكوفي كان عندنا بالكوفة رجل له ابن عاق له فلاحاه يوما في شيء فجره من رجله حتى أخرجه من بيته وسحبه في الطريق شيئا كثيرا فلما بلغ إلى موضع منه قال له يا بني حسبك فإلى هاهنا جررت رجل أبي من الدار حتى جررتني منها قال حماد بن زيد كنت مع أبي فأخذت من حائط تبنه فقال لي لما أخذت قلت إنما هي تبنه قال لو أن الناس أخذوا تبنة تبنه هل يبقى في الحائط تبن؟ يا بني اتق الله ولا تستصغر شيئا دعا يحيى بن خالد البرمكي ابنه إبراهيم يوما وكان يسمى دينار بني برمك لجماله وحسنه ودعا بمؤدبه وبمن كان ضم إليه من كتابه فقال ما حال ابني هذا؟ قالوا قد بلغ من الأدب كذا وكذا ونظر في كذا وكذا قال ليس عن هذا سألتكم قالوا قد اتخذنا له من الضياع كذا وغلته كذا قال ولا عن هذا سألت إنما سألت عن بعد همته وهل اتخذتم له في أعناق الرجال مننا وحببتموه إلى الناس؟ قالوا لا قال فبئس العشراء أنتم والأصحاب هو والله إلى هذا أحوج منه إلى ما قلتم ثم أمر بحمل خمسمائة ألف درهم إليه ففرقت على قوم لا يدرى منهم قال أبو عبد الله بن هارون التستري المقرئ وكان إمام مسجد بالبصرة أقمت أحفظ القرآن سنين كثيرة كلما بلغت موضعا أنسيت الذي قبله حتى كأني ما سمعته قط فشق ذلك علي فحججت وتعلقت بأستار الكعبة ودعوت الله تعالى وسألته أن يعينني على حفظه ورجعت إلى البصرة فلزمت التلقين فحفظت القرآن في ستة أشهر كتب بعض الكتاب إلى صديق له في محنة لحقت إن الله تعالى ليمتحن العبد ليكثر التواضع له والاستعانة به ويجدد الشكر على ما يوليه من كفايته ويأخذه بيده في شدته لأن دوام النعم والعافية يبطران الإنسان حتى يعجب بنفسه ويعدل عن ذكر ربه وقد قال الشاعر لا يترك الله عبدا ليس يذكره ممن يؤدبه أو ممن يؤنبه أو نعمة تقتضي شكرا يدوم له أو نقمة حين ينسى الشكر تنكبه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال جاء أبو طلحة يوم حنين يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم من امرأته أم سليم فقال يا رسول الله ألم تر إلى أم سليم معها خنجر فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنعين به يا أم سليم قالت أردت إن دنا أحد منهم مني طعنته يا رسول الله كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى ابنه عبد الله يا بني اتق الله فإنه من اتق الله وقاه ومن توكل عليه كفاه ومن شكره زاده فلتكن التقوى عماد عينيك وجلاء قلبك واعلم أنه لا عمل لمن لا نية له ولا أجر لمن لا حسبة له ولا مال لمن لا رفق له ولا جديد لمن لا خلق له أهدى بعض الكتاب إلى صديق له دفترا وكتب له هدية هذه أعزك الله تزكو عن الإنفاق وتربو على الكد لا تفسدها العوادي ولا تخلقها كثرة التقليب وهي أنس في الليل والنهار والسفر والحضر تصلح للدنيا والآخرة تؤنس في الخلوة وتمتع في الوحدة مسامر مساعد ومحدث مطواع ونديم صديق عن عبد الله بن سلمة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه فجعل يبكي فقال ما يبكيك فقال والله ما أبكي لقرابة بيني وبينك ولا لدنيا كنت أصيبها منك ولكن كنت أصيب منك علما فأخاف أن يكون قد انقطع قال فلا تبكي فإنه من يرد العلم والإيمان يؤته الله تعالى وقال موسى التيمي في نعته لعبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان ما رأيت أحدا أجمع للدين والمملكة والشرف منه وقيل كان يشتري أهل البيت فيكسوهم ويعتقهم ويقول أستعين بهم على غمرات الموت فمات وهو نائم في مسجده وقيل كان كثير العبادة والتبتل رآه علي بن عبد الله بن عباس فأعجبه نسكه وهديه فاقتدى به في الخير وعن عبد الله بن أخت مسلم بن سعد أنه قال أردت الحج فدفع إلي خالي مسلم عشرة آلاف درهم وقال لي إذا قدمت المدينة فانظر أفقر أهل بيت بالمدينة فأعطهم إياها فلما دخلت سألت عن أفقر أهل بيت بالمدينة فدللت على أهل بيت فطرقت الباب فأجابتني امرأة من أنت فقلت أنا رجل من أهل بغداد أودعت عشرة آلاف وأمرت أن أسلمها إلى أفقر أهل بيت بالمدينة وقد يوصفتم لي فخذوها فقالت يا عبد الله إن صاحبك اشترط أفقر أهل بيت وهؤلاء الذين بإزائنا أفقر منا فتركتهم وأتيت أولئك فطرقت الباب فأجابتني امرأة فقلت لها مثل الذي قلت لتلك المرأة فقالت يا عبد الله نحن وجيراننا في الفقر سواء فاقسمها بيننا وبينهم وقال أحمد بن أبي الحواري حدثنا أبو عبد الله الأنطاكي قال اجتمع الفضيل والثوري فتذاكر فرق سفيان وبكى ثم قال أرجو أن يكون هذا المجلس علينا رحمة وبركة فقال له الفضيل لكني يا أبا عبد الله أخاف أن لا يكون أضر علينا منه ألست تخلصت إلى أحسن حديثك وتخلصت أنا إلى أحسن حديثي فتزينت لي وتزينت لك فبكى سفيان وقال أحييتني أحياك الله قدم عمر الشام فتلقاه الأمراء والعظماء فقال أين أخي أبو عبيدة قالوا يأتيك الآن قال فجاء على ناقة مخطومة بحبل فسلم عليه ثم قال للناس انصرفوا عنه فسار معه حتى أتى منزله فنزل عليه فلم ير في بيته إلا سيفه وترسه ورحلة فقال له عمر لو اتخذت متاعا أو قال شيئا فقال يا أمير المؤمنين إن هذا سيبلغنا المقيل وقال أبو عبيدة بن معن عن الأعمش عن أبي البختري قال جاء الأشعث بن قيس وجرير بن عبد الله فدخل على سلمان في خص فسلم عليه ثم قال أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أدري فارتابه قال إنما صاحبه من دخل معه الجنة قال جئنا من عند أبي الدرداء قال فأين هديته قال ما معنى هدية قال اتقي الله وأدي الأمانة ما أتاني أحد من عنده إلا بهدية قال لا ترفع علينا هذا إن لنا أموالا فاحتكم قال ما أريد إلا الهدية قال والله ما بعث معنا بشيء إلا أنه قال إن فيكم رجلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما إذا خلا به لم يبغي غيره فإذا أتيتماه فأقرئاه مني السلام قال فأي هدية فأي هدية كنت أريد منكما غير هذه وأي هدية أفضل منها روي عن المروذي قال قلت لأحمد كيف أصبحت قال كيف أصبح من ربه يطالبه بأداء الفرائد ونبيه يطالبه بأداء السنة والملكان يطالبانه بتصحيح العمل ونفسه تطالبه بهواها وإبليس يطالبه بالفحشاء وملك الموت يراقب قبض روحه وعياله يطالبونه بالنفقة أي حال كيف يصبح فيه هذا قال الحسن كنت مع ابن المبارك يوما فأتينا على سقاية والناس يشربون منها فدنا منها ليشرب ولم يعرفه الناس فزحموه ودفعوه فلما خرج قال لي ما العيش إلا هكذا يعني حيث لم نعرف ولم نوقر قال وبين هو بالكوفة انتهى إلى حديث وفيه قال عبد الله وبه نأخذ فقال من كتب هذا من قولي قلت الكاتب الذي كتبه فلم يزل يحكه بيده حتى درس ثم قال ومن أنا حتى يكتب قولي وعن معمر عن أيوب عن نافع أو غيره أن رجلا قال لابن عمر يا خير الناس أو يا ابن خير الناس فقال ما أنا بخير الناس ولا ابن خير الناس ولكني عبد من عباد الله أرجو الله وأخافه والله لن تزالوا بالرجل حتى تهلكوه عن مخول قال جاءني بهيم العجلي يوما فقال لي تعلم لي رجلا من جيرانك أو إخوانك يريد الحج ترضاه يرافقني قلت نعم فذهبت إلى رجل من الحي له صلاح ودين فجمعت بينهما واتفق على المرافقة ثم انطلق بهيم إلى أهله فلما كان بعد أتاني الرجل فقال يا هذا أحب أن تزوي عني صاحبك وتطلب رفيقا غيري فقلت ويحك فلما فوالله ما أعلم في الكوفة له نظيرا في حسن الخلق والاحتمال ولقد ركبت معه البحر فلم أر إلا خيرا قال ويحك حدثت أنه طويل البكاء لا يكاد يفتر فهذا ينغص علينا العيش سفرنا كله قال قلت ويحك إنما يكون البكاء أحيانا عند التذكرة يرق القلب فيبكي الرجل أو ما تبكي أنت أحيانا قال بلى ولكنه قد بلغني عنه أمر عظيم جدا من كثرة بكائه قال قلت اصحبه فلعلك أن تنتفع به قال أستخير الله فلما كان اليوم الذي أراد أن يخرج فيه جيء بالإبل ووطئ لهما فجلس بهيم في ظل حائط فوضع يده تحت لحيته وجعلت دموعه تسيل على خديه ثم على لحيته ثم على صدره حتى والله رأيت دموعه على الأرض قال فقال لي صاحبي يا مخول قد ابتدأ صاحبك ليس هذا لي برفيق قال قلت ارفق لعله ذكر عياله ومفارقته إياهم فرق وسمعها بهيم فقال يا أخي والله ما هو بذلك وما هو إلا أني ذكرت بها الرحلة إلى الآخرة وعلى صوته بالنحي قال فقال لي صاحبي والله ما هي بأول عداوتك لي وبغضك إياي ما لي ولبهيم إنما كان ينبغي أن ترافق بين أبوهيم وبين داود الطائي وسلام أبي الأحوص حتى يبكي بعضهم إلى بعض حتى يشتفوا أو يموتوا جميعا قال فلم أزل أرفق به وأقول ويحك لعلها خير سفرة سافرتها قال وكان طويل الحج رجلا صالحا إلا أنه كان رجلا تاجرا موسرا مقبلا على شأنه لم يكن صاحب حزن ولا بكاء قال فقال لي قد وقعت مرتي هذه ولعلها أن يكون فيها الخير قال وكل هذا الكلام لا يعلم به بهيم ولو علم بشيء منه ما صاحبه قال قال فخرج جميعا حتى حجا ورجع ما يرى كل واحد منهما أن له أخا سوى صاحبه فلما جئت أسلم على جاري قال لي جزاك الله يا أخي عني خيرا ما ظننت أن في هذا الخلق مثل أبي بكر كان والله يتفضل علي في النفقة وهو معدم وأنا موسر ويتفضل علي في الخدمة وهو شيخ ضعيف وأنا شاب قوي ويطبخ لي وهو صائم وأنا مفطر قال فقلت كيف كان أمرك معه في الذي كنت تكرهه من طويل بكائه قال ألفت والله ذاك البكاء وسر قلبي حين كنت أساعده عليه حتى تأذى بنا من كانوا معنا قال ثم والله ألفوا ذلك فجعلوا إذا سمعونا نبكي بكوا وجعل بعضهم يقول لبعض من الذي جعلهم أولى بالبكاء منا والمصير واحد قال فجعلوا والله يبكون ونبكي قال ثم خرجت من عنده فأتيت بهيما فسلمت عليه وقلت كيف رأيت صاحبك قال خير صاحب كثير الذكر لله عز وجل طويل التلاوة للقرآن سريع الدمعة محتمل الهفوات للرفيق فجزاك الله عني خيرا ترجمة نانسي قنقر أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يصدع بالدعوة إلى الله وكان ذلك بعد مضي ثلاث سنين من عمر الدعوة فأنزل الله تبارك وتعالى قوله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فجهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة وبين لقومه ما هم فيه من الضلالة والشرك والجهل والخرافات ولما لم يمكنهم أن يواجهوا الحجة بالحجة جاهروا بعداوته وعزموا على مخالفته عصبية وجهلا وتعرضوا له بالسب والشتم والإيذاء من أول لحظة دعاهم فيها وكان من أوائل من تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم بالسب والإيذاء عمه أبو لهب وزوجه أم جميل حمالة الحطب فمن هذه المرأة التي خلد ذكرها القرآن الكريم مصحوبا باللعنات إلى يوم الدين إنها أروى بنت حرب بن أمية وتكنى بأم جميل بنت حرب أمها فاختة بنت عامر بن معتة بن الثقافي أخت أبي سفيان بن حرب ولقد كانت من أشد المعادين للنبي صلى الله عليه وسلم إذ كانت أم جميل ابنة حرب الذي كان زعيما كبيرا في قبيلة قريش وهذا ما أعطاها مكانة بارزة في قبيلتها كانت قد تزوجت من أبي لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم وأنجبت منه ستة أبناء هم عتبة وعتيبة ومعتب والدرة والعزة وخالدة معادات زوج أبي لهب للإسلام لما نزل الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم داعيا إياه إلى توحيد الله عز وجل وهداية الأمة جميعها إلى طريق الرشاد والكف عن عبادة الأصنام التي كان يعبدها الأقوام قبل الإسلام بدأ الكفار بمعادات النبي صلى الله عليه وسلم ورفض دعوته وكان من أبرز المعادين له عمه أبو لهب وزوجه التي أيدته على معارضة النبي وساعدته في أذيته ومن أبرز مواقفها في معادات النبي صلى الله عليه وسلم ما يلي إصرارها على أبنائها عتبة وعتيبة ليطلق بنات النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان عتيبة متزوجا من ابنة النبي أم كلثوم رضي الله عنها أما عتبة فقد كان متزوجا من رقية رضي الله عنها أطلقت اسم مذمم على النبي صلى الله عليه وسلم ليكون عكس كلمة محمد من باب الذم والقدح وقد صاغت بعض الأشعار التي هجت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت تقول مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره أعصينا كان شغلها الشاغل صرف الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تمارس أسوأ الأساليب لتردهم عن الدعوة كما كانت تدخل مجالس الرجال دون حياء لتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وشتمه كانت تنتهز كذلك الفرص للاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم فعندما انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم فترة ذهبت لتتشفى وتقول يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قريبك منذ ليلتين أو ثلاثة فنزل قوله تعالى في صورة الضحى ما ودعك ربك وما قلا ذكر زوج أبي لهب في القرآن الكريم كانت أم جميل ترمي في طريق النبي صلى الله عليه وسلم الشوك والنار وتسبه فلما اشتد الأذى منها ومن زوجها أبي لهب على النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل فيهما سورة المسد تخبرهما بأن لعنة الله قد حلت عليهما وبأن مصيرهما جهنم قال تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد وعندما سمعت هذه الآيات القرآنية غضبت غضبا شديدا وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسبه وتشتمه وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما وصلت أعمى الله بصرها عن النبي فلم تر إلا أبا بكر الصديق فقالت له يا أبا بكر هجانا صاحبك فقال أبو بكر لا ورب هذه البنية ما ينطق بالشعر ولا يتفوه به فقالت إنك لمصدق فلما ولت قال أبو بكر ما رأتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما زال ملك يسترني حتى ولت تعددت الروايات حول وفاة أبي لهب وزوجه أم جميل فقيل إن أبا لهب مات بعد واقعة بدر حيث أصيب بمرض خبيث يعرف بالعدسة ويقال بالطاعون فلما مات خاف ابناه العدوى فتركاه دون دفن حتى أن تنى في بيته وصعدت منه رائحة كريهة حتى لامهما الناس على ذلك فما كان منهما إلا أن غسلاه بالماء قذفا من بعيد ثم احتملاه على جدار ودفناه رميا بالحجارة دون أن يقربه أحد وقد تعددت الأقوال في كيفية موت زوج أبي لهب ولم يرد في ذلك أي خبر صحيح ومما قيل من هذه الأخبار التي لم تثبت صحتها أنها كانت تجمع الحاطب ذات يوم أو أنها كانت تجمع الشوكة الذي كانت تضعه في طريق المسلمين فتعبت وأرادت أن تستريح فجلست على حجر فأخذها ملك الموت وجذبها من خلفها فماتت وقيل خنقها الله بحبلها الذي كانت تربط به الحطب والشوك ومن الأخبار التي لم تثبت كذلك أنها اختنقت بحبل قلادتها إذ كانت هذه القلادة فاخرة وكانت قد توعدت وأقسمت بالله والعزة بأن تبيعها وتنفق ثمنها في معادات الإسلام والمسلمين وقيل كذلك إن جزاءها كان من جنس عملها فحبلها المفتول بقوة الذي كانت تحتطب به وتجمع الشر به والشوك لترميه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم خنقها الله به في الدنيا قبل الآخرة وعلى أي حال كانت ميتتها التي لا نعلم مدى صحتها إلا أننا نعلم يقينا بأن من استهزأ بدين الله سبحانه وعصى أمره ومشى في طريق الشر وأعان عليه سيكون جزاؤه شديدا وعاقبة فعله وخيمة كما أنه من المناسب أن نؤكد على أن الزوجة السيئة إن جتمعت بزوج سيء وشابه حاله حالها تكون عاقبتهما وخيمة فهي كما أعانته في الدنيا على الإساءة إلى دين الله سبحانه ستكون له عونا يوم القيامة بإشعال نار جهنم به ورميها للحطب فيها لتسعيرها عليهما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر